أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن تشكيل لجنة مستقلة لتقييم حيادية عمل وكالة الأونروا يأتي ذلك في ظل تعليق عدد من الدول المانحة تمويلاتها للوكالة بسبب مزاعم إسرائيلية باختراق الوكالة من قبل الفصائل الفلسطينية مع استمرار العدوان الإسرائيلية على قطع غزة تتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع لسيما بعد تعليق عدد من كبار الدول المانحة تمويلها لوكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تعليق التمويل يأتي في ظل اتهامات إسرائيلية للوكالة بأنها مخترقة من قبل حركة حماس وبأن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة ضالعون في الهجوم الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر الماضي اتهامات أصفرت عن جدل كبير حول رغبة إسرائيل المعلنة من قبل عدد من المسؤولين بإنهاء عمل الأونروا في غزة وهو ما استدعى من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الإعلان عن إنشاء لجنة مستقلة لتقييم حيادية الوكالة والرد على الاتهامات التي استهدفت عددا من موظفيها هي لجنة تضم وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا بتعاون مع ثلاثة مراكز أبحاث من النرويج والسويد والدنمارك الأمين العام للأمم المتحدة وبالتشور مع المفوض العام للأونروا في ليب لازاريني قام بتعيين مجموعة مراجعة مستقلة لتقييم ما إذا كانت الوكالة تفعل كل ما في وسعها من أجل ضمان الحياد والرد على مزاعم الانتهاكات الجسيمة التي ارتقبت وستقود مجموعة المراجعة وزيرة خارجية فرنسا السابقة كاترين كولونا وستعمل مع ثلاث منظمات بحثية من النرويج والسويد والدنمارك ومن المقرر أن يبدأ فريق المراجعة عمله في الرابع عشر من فبراير الجاري على أن يقدم تقريرا مؤقتا إلى الأمين العام بحلول أواخر مارس المقبل بحيث يكتمل التقرير النهائي بحلول أواخر أبريل في إسرائيل تتصعد الدعوات لإخضاء الأونروا لعمليات إصلاح بعد الحرب أو أن يتم إيجاد بديل يؤدي عملها الحالي إلا أن وسائل علام إسرائيلية أفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوعز إلى رئيس أركان جيش الاحتلال بإيجاد بدائل أخرى عوضا عن الأونروا لتقديم المساعدات إلى المدنيين في غزة ووسط أزمة تمويلية حادة أعلن وزير الخارجية الإسبانية خسيء الباريس اعتزام بلاده إرسال تمويل إضافية بقيمة نحو 4 ملايين دولار كمساعدة في ظل سعي الوكالة لحشد الدعم وسد الفجوات التمويلية الحالية لجنة التحقيق المستقلة لتقييم عمل الأونروا هي خطوة من أمين عام الأمم المتحدة لضحض المزاعم الإسرائيلية وتبرئة الوكالة الأممية من اتهامات تل أبيب التي تسعى بشتى السبل لتحقيق أهدافها العسكرية في غزة حتى ولو بتجويع الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية والإغاثية من الوصول إليهم وهي المهمة الأساسية لوكالة الأونروا منذ تأسيسها في منتصف القرن الماضي اشتركوا في القناة